اشتركوا في القناة وقال سموه بمكتبه بقصر الوادي رئيس الاتحاد البحريني للرياضة للجميع سعادة السيد عيسى محمد عبد الرحيم بحضور سموه الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وقال سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهنا الاتحاد البحريني للرياضة للجميع لقامة فعاليات اليوم الرياضي البحريني وذلك عبر اعداد تصور كامل للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الرياضية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة وتوجيه الدعوة لجميع قطاعات الحكومة والقطاع الخاص لمشاركة جميع منتسبيها في هذا الملتق الرياضي الوطني مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة وفق توجيهات الفريق الوطني والطبي لمكافحة المتحور من فيروس كورونا كوفيد 19 وتابع سموه إن اليوم الرياضي الوطني مناسبة نعتز بها كثيرا لما لها من دور كبير في تعزيز مفهوم الرياضة للجميع ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في حياة الأفراد والتي تعزز كذلك من مفهوم الصحة والمحافظة على الجسم السليم وغرس المفاهيم الرياضية التي تحارب الأمراض المزمنة وتدفع لتكون الرياضة نمط حياة صحي لدى الأفراد مضيفا سموه أن النشاط المدني يسهم في رفع وطيرة العمل ويزيد من الانتاجية في جميع المجالات والذي يعود بالفائد على مواصلة تنفيذ خطط وبرامج الحكومة الموقرة لنهوض بجميع قطاعات المجتمع وقد كلف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضة للجميع لتولي رئاسة اللجنة المنظمة العليا لليوم الرياضي البحريني على أن تضم في عضوياتها ممثلين عن الجهات الرياضية والحكومية والخاصة من جانبه أعرب رئيس الاتحاد البحريني للرياضة للجميع سعادت السيد عيسى محمد عبد الرحيم عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الثقة التي أولاها سموه بالاتحاد للإعداد والتحضير لليوم الرياضي البحريني مؤكدا أن الاتحاد سيسعى جاهدا لترجمة توجيهات سموه من خلال تسخير كافة الإمكانيات لإبراز اليوم الوطني الرياضي بالصورة المميزة التي تتوافق مع تطلعات سموه لإنجاح هذا الحدث ترجمة نانسي قنقر